اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام واسع ودعم كبير لقطاع الشباب والرياضة الذي ساهم في تطور الألعاب ورفع مستوياتها والارتقاء بمستوى وقدرات منتسبيها والذي كان له الأثر الواضح في أن يصل الرياضيون لمنصات التتويج ويحققوا النتائج المشرفة ويرفع علم مملكة البحرين عاليا في المحافل الرياضية المختلفة وأشهد سموه بكل الجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة للنهوض بالحركة الرياضية بالمملكة عبر البرامج الفاعلة والهادفة لتطوير جميع الرياضات لسيما رياضة فنون القتال المختلطة وأعرب سموه عن سروره بما حققه المنتخب في مشاركته بأسيوية الهوات منضيفا أن هذا الأمر يؤكد المسار الصحيح الذي نسير عليه لتصل رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية لأعلى المراتب وتحقق المزيد من الإنجازات لمملكة البحرين وذلك بعد نجاحها وبفترة قصيرة تكون حضورها العالمي وبقوة وقال سموه أن قدرات المقاتلين البحرينيين التي ظهرت بصورة واضحة في هذه المشاركة وعززت من حضورنا وتواجدنا على المستوى القري والدولي لهي مبعث فخر واعتزاز مضيفا سموه أن لهذه المشاركة أهدافا عديدة من أبرزها تحقيق نتيجة مشرفة مؤكدا سموه أنها فرصة لإعداد المقاتلين للمشاركات القادمة لا سيما المشاركة المهمة وهي عالمية الهواء التي ستحتضنها وتنظمها مملكة البحرين في الفترة من الثاني عشر إلى التاسع عشر من نوفمبر القادم والتي تعتبر هدفا الأبرز هذا العام على مستوى الهواء والتي نتطلع خلالها لمعانقة الذهب وتسجيل حضور متميز مشيدا سموه بالمستوى الفني الذي ظهر به مقاتل المنتخب خلال نزالات البطولة الاسيوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر